موسيقى بعد مقتل خمسة جنود أتراك في شمال غرب سوريا أنقرة تعلن قصفها أكثر من مائة هدف للحكومة السورية الأمم المتحدة تؤكد أن الجانب الفلسطيني يعدل عن طلب التصويت على مشروع قرار بشأن خطة الإدارة الأمريكية لغياب الدعم الكافي احتجاجات العراق تتواصل والتيار الصدري يهدد بقلب البلاد جحيما وتطويق المنطقة الخضراء موجز إخباري أهلا بكم قالت وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية قصفت 115 هدفا للحكومة السورية ودمرت أكثر من مائة هدف ردا على هجوم أسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه الفصائل وذكرت الوزارة أن أنقرة ستواصل الرد على أي هجمات على قواتها المتواجدة في مراكز تركية للمراقبة قال صائب عرقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الأمن عارن عن الصحة ولا أساس له وأضف أن مشروع القرار موزع وما زال قيد التداول موضحا أنه عندما تنتهي المشاورات سيتم عرضه للتصويت وكان دبلوماسيون أفادوا بأن الفلسطينيين عادلوا عن طلب التصويت في مجلس الأمن غدا على مشروع القرار بسبب عدم توافر دعم دولي كاف أكد رئيس الوزراء إسرائيلي بن يمين نتنياهو أن نضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت سيكون بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض ولا علاقة للفلسطينيين بالقرار أقوال نتنياهو جاءت خلال تواجده في منطقة غور الأردن حققنا إنجازات لم يسبق لها مثيل في التاريخ فبعد أن أتممنا الاعتراف الأمريكي بالقدس في عاصمة الإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للمدينة والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضوة الجولان والاعتراف بشرائية المستوطنة في الضفة الغربية بدون سكثناء كما وحصلنا على الاعتراف الأمريكي بسيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت أما فيما يتعلق بصفقة القارن الأمر لا يعود للفلسطينيين أو بموافقتهم عليها فإن الترفيذ سيبدأ بعد إتمم التخطيط الذي نعمل عليه الآن نحن نريد الموافقة الأمريكية ولقد حصلنا عليها بالفعل قال رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم الثاني أمس إنه سيتم توقيع اتفاقية عدم اعتداء بين دول عربية وإسرائيل كخطوة تالية لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن خطتها للسلام بمنطقة الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بصفقة القرن وباستثناء مصر والأردن التي تتطبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل لا تقيم أي دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل انتقد رئيس كهولفان بن جانس عدم حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين التنياه النقاش الخاص الذي أجرته الكنيسة حول طريقة تعامله مع استمرار إطلاق القذاف من قطاع غزة وقال جانس إن رئيس الوزراء يقوم بنزهات في أنحاء العالم في وقت يعاني فيه الإسرائيليون القاتلون في محيط القطاع كوابيسة على حد تعبيره في الوقت الذي نجلس فيه هنا سكان الجنوب يعيشون في رؤب دائم كلما رأوا بالونات حارقة الكرسي الفارغ الخاص برئيس الوزراء المدان في هذه اللحظة يمثل الفراغ الذي خلفه في ملء وظيفته بالوقت الذي يلف فيه العالم أبناء الجنوب يعانون دون أن يلقي لهم بالا فيما بحث الوفد الأمني المصري في غزة مسألة التهدئة مع الفصائل الفلسطينية بعد مشاورات أجراها مع الجانب الإسرائيلي سعيا لتثبيت التهدئة ومنع التصايد ويعقد الوفد المصري لقاءات مع قيادة حماس والفصائل لمتابعة تنفيذ تفاهمات التهدئة كما ويجر الوفد جولة على الحدود المصرية في إطار الترتيبات الأمنية لمنع تسلل المسلحين وتهريب أسلحة تزامن وصول الوفد الأمني المصري مع سلسلة الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على مواقع للفصائل الفلسطينية بعد إطلاق قضيفة ساروخية وبالونات حارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية قضت محكمة إسرائيلية بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا بحق رائد صلاح من الحركة الإسلامية فرع الشمال المحظورة بتهمة التحريض على الإرهاب وتعود القضية المدان فيها صلاح إلى العام 2017 حيث تقول المحكمة إنه حرض على الإرهاب عقب مقتل عنصري شرطة إسرائيليين في تموز يوليو من ذاك العام قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن القائد العسكري الإيراني الراحل قاسم سليماني والذي قتل في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة في يناير كانون الثاني في بغداد كان يسعى لتحقيق الاستقرار بالمنطقة وأضاف روحاني أنه لو يريد قتل جنرالات أمريكيين لكان ذلك في غاية السهولة بالنسبة لسليماني لكنه لم يفعل ليوجد أحد في منطقتنا ليس لديه شك في أن القائد سليماني كان رجلا يسعى لتحقيق الاستقرار والهدوء في المنطقة إذا أراد القائد سليماني قتل الجنرالات الأمريكيين فكان من السهل جدا عليه فعل ذلك في أفغانستان والأراق وفي أي مكان آخر لكنه لم يفعل ذلك أبدا هدد القيادي البارز في التيار الصدري كاظم العيساوي بإسقاط أي حكومة إذا لم يمنح البرلمان الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أقوال العيساوي جاءت في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام محلية ودولية إذ قال أن التيار الصدري سيقلب العراق جحيما وسيطوق المنطقة الخضراء التي تحوي مقار الحكومة والبرلمان وسفارات عدة إذا لم يتم القبول بحكومة علاوي وكان شباب عراقيون قد انتقدوا مقتدى الصدر بسبب ما وصفوه بتبدل موقفه المفاجئ من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير النظام السياسي وإنهاء الفساد قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود أنه تحدث للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المواطن المصري الكندي ياسر الباز الذي ألقي القبض عليه منذ قرابة العام في مطار القاهرة الدولي والتقت رود بالسيسي على هامش اجتماعي أو اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الاثيوبية وألقي القبض على الباز في مطار القاهرة بعدما أنهى رحلة عمل في مصر وحتى الآن لم يتم توجيه اتهامات الله بحسب عائلته تباشر اليونان في أذار مارس بناء مخيمات مغلقة في جزر عدة في بحر إيج بغرض السيطرة على حركة طالبي اللجوء وفق ما أعلنت وزارة الهجرة وقالت الوزارة أنه سيتم بناء هذه المخيمات والتي تبلغ طاقة استيعابها عشرين ألف طالب لجوء لمدة أقصاها ثلاثة شهور في خمس جزر ومن المفترض أن تكون جاهزة الصيف المقبل أصدرت محكمة الروسية أحكاما باستجن مدة طويلة على سبعة الرجال لمشاركتهم بحسب أجهزة الاستخبارات بشبكة إرهاب تابع لليسار المتطرف في خضية نددت بها المنظمات غير الحكومية والمعارضة وحكم على المتهمين الذين قدمهم فريق الإدعاء على أنهم إرهابيون بالسجن بين ستة أعوام وثمانية عشر عاما وفق ما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في بنزا تنظر عائلات ضحايا العملية التي وقعت في مركز تجاري في تايلند في نهاية الأسبوع تنتظر تسلم جثامين أبنائها بينما تتزايد التساؤلات حول شخصية المهاجم وهو جندي شاب وملابسات ما أقدم عليه هذا وقتل تسعة وعشرون شخصا وعصيب حوالي أربعين آخرين السبت الماضي عندما أطلق النار شاب برتبة ضابط صف في الجيش بشكل عشوائي في قاعدة عسكرية وفي مركز تجاري مقتض حيث أردته القوى الأمنية بعد عملية دامية استمرت قرابة سبعة عشرة ساعة يود جلالة الملك والملك أن يعربا عن تعازيهما لما حدث ويرغبان في تقديم الدعم المعنوي لجميع أسر الضحايا والمسؤولين الذين فقدوا حياتهم ولقد منحنا جنازات الضحايا مراسم ملكية فاز الحزب الحاكم في أدرب الجامب الغالبية المطلقة في البرلمان بحسب النتاج التي أعلنت اليوم فيما نددت المعارضة والتي لم تحصل سوى على مقعد واحد بانتخابات تشريعية مزورة معتبرة أن هدفها تعزيز قبضة الرئيس إلهام علييف على السلطة وشككت بعثة المراقبة الانتخابية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من جهتها في نزاهة نتائج الانتخابات متحدثة عن تجاوزات كبرى أعلنت الحكومة البريطانية أن فيروس كورونا تهديد وشيك خطير للصحة العالمية أو الصحة العامة وكشفت عن إجراءات جديدة لمكافحة انتشاره وبناء على تلك الإجراءات يمكن الآن أن تجبر السلطات المشتبة في إصابتهم على دخول الحجر الصحي وعدم السماح لهم بالمغادرة ويمكن أيضا إرسالهم إلى أماكن معزولة إذا كانوا يمثلون تهديدا للصحة العامة وقد بلغ عدد الحالات المصابة في العالم حتى الآن 40 ألف حالة ووصل عدد ضحايا الفيروس في الصين حتى الآن إلى أكثر من 900 شخص بهذا الخبر نصل إلى ختامي الموجز الإخباري إلى اللقاء دمتم بأمان الله